وفي خبرنا الثاني اعتمدت الهيئة العامة للشباب برامجها ومشاريعها وأنشطتها التنموية للسنة المالية 2023-2024 والخطة التشغيلية لها وأوضحت الهيئة أن البرامج المعتمدة تتميز بالتنوع والشمولية والتشاركية مع الشباب ومنها المبادر المحترف لتعزيز ريادة الأعمال وصناع العمل لتشجيع الشباب للعمل بالقطاع الخاص كما أشارت إلى أنها تعمل على إطلاق حزمة من الأنشطة خلال فترة الصيف بمراكز الشباب تحت مظلة مشروع حوايات مبينة اهتمامها البالغ بالصناعات الإبداعية وحرصها على مشاركة الشباب الكويتي المتميز في اللقاءات المحلية والخارجية